وقل ربي زيدني علما إنجاز نموذج لفرض متعلق بالدروس الخمسة الأولى زائد القرآن الكريم وهذا فرض للدروس المتبقية يعني الدروس الخمسة المتبقية زائد درس القرآن الكريم ويعني الذي لم ينجز الدروس الخمسة فيمكنه أن يرجع إلى الامتحان السابق سيجد فيه أسئلة متعلقة بالجزء السابق إذن اليوم إن شاء الله سنقدمون موذجا للفرض الثاني من الدورة الأولى إذن كالعادة إذا كنت أول مرة ترى هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر اشتراك وتفعيل الجرس حتى تصلك للدروس التي أضع وكذلك لا تنسى الضغط على زر أعجبني للدعم وشكرا جزيلا إذن نبدأ على بركة الله إذن سنقرأ النموذج ثم بعد ذلك سنقوم بالإجابة عنه جميع وإذا أردت هذا النموذج على شكل صورة سأضعه إن شاء الله في رابط أسفل الفيديو يمكنك الرجوع إليه إذن نقرأ الوضعية أولا سياق سياق الوضعية كلفك الأستاذ ببحث في موضوع التعامل الإجابي مع وسائل الاتصال الحديث إذن دائما ركزوا في قراءة الوضعية والأسئلة جميعا قبل البداية في الجواب وبينما كنت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي تعرفت على شاب نصراني يريد أن يسلم لكنه يجهل حقيقة الإسلام والإيمان ويبالغ في ارتكاب المحرمات كما يتعرض لمضايقات أسرته النصرانية لما علمت رغبته في اعتناق دين الإسلام حاولت أن تساعده مذكرا إياه بوجوب الطهارة وإعلان الشهادة قصد الدخول في دين الإسلام كما ذكرته بصبر الرسول صلى الله عليه وسلم وثباته على الحق وعدم تنازله أمام أساليب المشركين ثم بيّنت له ما يحتاجه من أمور الدين لن تقرؤون الوضعية السند ودائما نقول السند هو نص مساعد أحيانا تكون أسئلة متعلقة بهذا السند ويمكنك أن توظفه في بعض الأسئلة يقول الله تعالى في صورة قاف وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ السؤال الأول المطلوب منك إذا مجموعة من المهام أولا حدد الموضوع الذي تتحدث عنه الوضعية إذا تقرأ الوضعية ثم تحدد لنا الموضوع ثانيا بيّن للشاب المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة الطهارة ماذا نقصد بالطهارة لغة واصطلاحا ثم السؤال الذي بعده بيّن له أركان الإيمان إذا تلاحظون الأسئلة يعني كل سؤال له علاقة بدرس معين رابعا استدل له بنص شرعي يبين فوز من يتق الله يوم القيامة هناك آية نص شرعي في صورة قاة في الجزء الثاني يدل على أن المتقين يفوزون يوم القيامة ما هو هذا النص؟ خامسا ذكره بأربعة عوامل للثبات واجه بها النبي صلى الله عليه وسلم أساليب المشركين حتى يقاوم أسرته سادسا استخلص قيمتين يحبهم الله تعالى من خلال قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب المتقين سؤال سهل جدا ثم صل بسهم فيما يلي إذن عندك أمور لها علاقة بما يحافظ على النفس وهناك أمور تضر بالنفس إذن هذه الأمور كثرة الصهر تغذية سليمة التدخين ذكر الله كثرة الصهر إذن هنا تكرار ثم النظافة هنا السؤال الثامن أجب بصحيح أو خطأ في هذا السؤال مطلوب فقط هو أن تكتب صحيح أم خطأ إذا كانت المعلومة الصحيحة تكتب صحيح وإذا كانت خاطئة تكتب خطأ إذن أركان الإيمان خمسة صحيح أم خطأ الطهارة ليست واجبة صحيح أم خطأ يجوز لك التيمم عند فقدان الماء صحيح أم خطأ الطهارة المعنوية هي غسل البدن بالماء صحيح أم خطأ ثم التاسعا نحدد موقفك مما يلي مع التعليل إذن تقول أتفق أم لا أتفق وتذكرنا لماذا مسلم مستعد لتغيير دينه مقابل الحصول على أوراق الإقامة ببلد أجنبي هل تتفق معه أم لا مع التعليل انطلاقا من الآية الكريمة الواردة في السند اشرح ما تحته خط حسب السياق إذن عندكم هذه الآية هنا نرجع إلى الآية بسرعة ولقد خلقنا لإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ما معنى توسوس به نفسه وما معنى حبل الوريد إذن تكتبون الإجابات كل أمام كل واحدة ثم السؤال 11 استخرج من نفس الآية حكم الراء في كلمة الوريد كلمة الوريد ما هو حكم الراء مع التعليل إذن درستم هذه القاعدة إن الراء ما هو حكمها مع التعليل إذن حكمها هنا ثم التعليل ثم أكتب مع الشكل الآيات الواردة في الشطر التالي من صورة قاف والتي تبين علم الله تعالى الدقيق بحال الإنسان وأن ما يقوم به الإنسان من أعمال تسجله الملائكة يسجله الملائكة إذن هذه تكتب الإجابة خلف الورقة إذن بعد أن رأيتم هذه الأسئلة وقلنا من أراد أن يختبر نفسه يمكن أن يقوم بالاطلاع في الرابط الموجود في الأسفل ويطلع على الإنسان ويقوم بتصحيحه بإنجازه ثم يتابع معنا الشرح إذن نبدأ بالسؤال الأول حدد الموضوع الذي تتحدث عنه الوضعية لو تأمن الوضعية كلفك أستاذ ببحث في موضوع التعامل الإيجابي مع وسائل اتصال الحديثة وبينما كنت تتصفح مواقع التواصل للجماعي تعرفت على شاب نصراني يريد أن يسلم لكنه يجهل أي لا يعرف لا يدري حقيقة الإسلام والإيمان أي لا يفرق بين الإسلام وبين الإيمان ويبالغ في ارتكاب المحرمات كما يتعرض لمضايقات أسرته النصرانية لما علمت رغبته في اعتناق دين الإسلام حاولت أن تساعده مذكرا إياه بوجوب الطهارة وإعلان الشهادة قصد الدخول في دين الإسلام إذن لو تأمنا هنا سنجد أن الموضوع الرئيسي هو ماذا؟ هو تعرفك على شاب نصراني ورغبتك في مساعدته على فهم الإسلام واعتناقه هذا الموضوع الأساسي إذن بينما أنت قمت تقوم بهذا البحث صادفت هذا الأجنبي وأبدأ لك رغبة في دخوله إلى الإسلام فأردت أن تساعده إذن الموضوع الأساسي هو تعرفك على شاب نصراني ورغبتك في مساعدته على فهم الإسلام واعتناقه إذن هنا تصغها بضمير المتكلم تعرفت على شاب نصراني وأردت أن أساعده ثم هنا بيّن للشاب المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة الطهار ماذا نقصد بكلمة الطهار إذن أدى رجعتم إلى الدرس ستجد أن الطهارة لغة المقصود بها هي النظافة والخلو من الأوساخ الطهارة هي النظافة والخلو من الأوساخ هذا من الناحية اللغوية الطهارة هي النظافة والخلو من الأوساخ سواء كانت هذه الأوساخ حسية أو كانت معنوية حسية بمعنى ملموسة مثلا الأزبال التي تكون على التوب أو الجلد هذه تسمى أزبال أو أوساخ مادية ومعنوية يعني أمور غير ملموسة شرعا هي زوال النجاسة والخبث القائم بالبدن أو المكان المانع من الصلاة ونحوها هذا معنى الطهار من ناحية الشرع زوال أي أنك تزيل النجاسة سواء التي تكون في توبك أو تكون في بدنك أو في المكان الذي تريد أن تصلي فيه هذا معنى شرعا زوال النجاسة والخبث القائم بالبدن والمكان المانع من الصلاة ونحوها سؤال ثالث أركان الإيمان بين له أركان الإيمان أركان الإيمان تعرفونها ستة وهي نعم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إذن عددها ستة أركان سؤال سهل استدله بنص شرعي يبين فوز من يتق الله يوم القيامة لو رجعنا إلى الكتاب المدرسي سنجد فيه آيات تدل على أن المتقين يفوزون يوم القيامة في صورة قاف إذا رجعنا سنجد هنا قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد يكفي أنك إذا كتبت هنا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد فجوابك هنا جواب صحيح نتابع ذكره بأربعة عوامل للتبات واجه بها النبي صلى الله عليه وسلم أسالب المشركين حتى يقاوم أسرته إذن هذا الشاب أيضا هو يقاوم أسرته كيف تذكره بأساليب أمور قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم تساعده على التبات إذن هناك عدة أمور من ذلك مثلا مثلا من عوامل تبات الرسول صلى الله عليه وسلم يقينه أنه على حق الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه على حق وأن هذا الدين الذي جاء به هو دين حق ثم كذلك اقتداؤه بمن سبقه من الأنبياء في الأنبياء السابقون أيضا تعرضوا للأذى تعرضوا للظلم ومع ذلك صبروا ثم أيضا هو رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في إنقاذ قومه من النار والأمر الثالث أو الرابع وهو يقينه أنه سينتصر في النهاية أن هذا الأمر هو غير دائم وإن شاء الله مع مرور الأيام سينكشف هذا الأمر وهذا الذي حصل بالفعل إذن هذه أربعة عوامل إذن قلنا يقينه أنه على حق ثم اقتداؤه بالأنبياء السابقين ثم كذلك رغبته في نجاة قومه من النار ثم أيضا يقينه أنه سينتصر في النهاية استخلص قيمتين يحبهم الله تعالى من خلال قوله تعالى إن الله يحب المتقين عندنا قيمتين أولا أن الله يحب التوابين إذن عندنا قيمة توبة ثم يحب المتطهرين إذن قيمة طهارة إذن قيمة التوبة وقيمة الطهارة صل بسهم فيما يلي بينما يحافظ على النفس وما يضر بالنفس إذن كثرة الصهر أكيد هي تضر بالنفس التغذية السليمة تحافظ على النفس التدخين يضر بالنفس ذكر الله يحافظ على النفس كثرة الصهر إذن هذه مكررة قلنا تضر بالنفس ثم النظافة يتحافظ على النفس أجب بصحيح أو خطأ أركان الإيمان خمسة إذن خطأ لماذا لأن أركى الإيمان ستة صحيح الطهارة ليست واجبة خطأ لأن الطهارة واجبة يجوز لك التيمم عند فقدان الماء فقط خطأ لأن هناك حالات أخرى يجوز فيها التيمم كمثل المرض إذا كنت مريض لا تستطيع استعمال الماء فيمكنك أن تتيمم الطهارة معنوية المعنوية هي غسل البدن بالماء هذا خطأ إنما هذه تسمى الطهارة الحسية أما المعنوية في بمعنىها أي الطهارة من الدنوب والمعاصي وغير ذلك حدد موقفك مما يلي مع التعليل مسلم مستعد لتغيير دينه مقابل الحصول على أوراق الإقامة ببلد أجنبي أول شيء هنا فيما يخص تحديد الموقف لأن عندك حدد موقفك مع التعليل إذن سؤال مركب إذن تقول لا أتفق لماذا لا أتفق؟ لأن على المسلم أن لا يغير دينه مقابل مقابل مثلا أمور مادية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي عرضت عليه الأموال وعرضت عليه مجموعة من الأمور ومع ذلك تبت على دينه ولم يغير دينه طمعا في المال إذن على المسلم أن يقتدي أو أن يصبر ويتحمل ويتمسك بدينه اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عاشرا ما معنى كلمة توسوس به نفسه؟ طب الآن انطلاقا مما رأيتم من تعارف في صورة قاف إذن توسوس به نفسه بمعنى أي ما تحدته به نفسه من الأفكار السيئة من سيئ الأعمال حبل الوريد حبل الوريد هو عرق عرق يربط بين القلب وبين الدماغ يسمى حبل الوريد استخرج من الآية حكم الرأ في كلمة الوريد مع التعليل الحكم هنا هو ترقيق الرأ ترقيق الرأ تعليل لماذا؟ لأنها مكسورة كسر لازم الوري إذن ري إذن هنا عندنا رأ مكسورة كسر لازم لأننا رأينا هناك حالات ترقق فيها الرأ إذا كانت مكسورة كسر لازم وإذا كانت مسبوقة بكسر لازم وإذا كانت مسبوقة بياء ساكنة وإذا كانت ذات ألف ممال أي بعدها ألف ممال بحل كبرى إذن هذه حالات ترقق فيها الرأ إذن هنا ترقق حكمها الترقيق لماذا؟ لأنها مسبوقة بكسر لازم هنا أكتب مع الشكل التام الآية الواردة في الشطر الثاني من صورة قاف والتي تبين علم الله تعالى الدقيق أن الله يعلم كل تفاصيل الإنسان وأن ما يقوم به الإنسان من أعمال يسجله الملائكة هنا نكتب الآيات عندكم من قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفرض أتمنى لكم التوفيق هذا نموذج وإذا يسر الله سبحانه وتعالى سأشغل معكم على نموذج آخر إذا يسر الله ذلك إذا كان هناك اهتمام وتفاعل مع هذا سأقوم بإنجاز نموذج آخر إن شاء الله وتمنى لكم التوفيق والسدد ولا تنسوا كالعادة دعم هذا الفيديو باللايك حتى يصل إلى عدد أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقل ربي زدني علما ترجمة نانسي قنقر